ضعي الشمع في الملح وتخلصي من برودة الشتاء أحلى مدفقة الشتوية بطريقة سهلة جدا من غير الغاز ولا حتى كهرباء وداعا لبرودة التقس لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي إسراء فاتحي ياريت تدعموني بالاشتراك في قناتي واللايك والشير الفيديو كله عبارة عن تدابير منزلية مهمة جدا جدا خصوصا في فصل الشتاء هتفيدك جدا في الشتاء وفي الدراسة والأول مرة حاصر معايا أنا وبس هتشوفي التدابير اللي هتشوفيها في الفيديو النهاردة يلا بينا بتسرعى نشوف أول تدبيرة معانا لفصل الشتاء كلنا بلاستيسنا أو معظمنا بيتلع عنده الودنة بطريقة غريبة للشكل فجأة كده ومن غير أي مقدمات بتلاقي زي مثلا جنب صوبك تورم بسيط كده وودنة علاجها إيه؟ علاجها بسيط جدا 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 أي أقلدور عندك في البيت ويبدأ أني أنت تحطي عليها وعلى الجلد يعني مش الدوفر بس لا حاول أني أنت تغلي فيها كويس جدا بالأقلدور حطي عليها 3 أو 4 مرات في اليوم الطريقة دي حلوة جدا على فكرة اللي قالي عليها زمان دكتورة تجميل أصلا ودكتورة تخصص في الحاجات حلوة جدا جدا وأحلى من الدواء كمان هتشيل التورم وهتشيل أي صديد هتشيل أصلا لويدنا خالص أما الحلة دي أو التدبيرة دي مهمة جدا كلنا مثلا بتجينا مناسبة أو من غير أي مقدمات ربقى حابين نحن نحطه مثلا مانيكير ولكن عايزين نشيله وفجأة بتكتشفي أني أنت أصلا مفيش عندك أسيتون الحل هقولك عليه طبعا أنا سيبته لحد ما ينشف خالص شربت شاي وسيبته ينشف طبعا حطيت عليه بيرفيوم قال لي أي نوع بيرفيوم عندك حطي عليه ومسحه يتمسح بكل سهولة وكده استغنيتي عن الأسيتون أصلا طيب زي بدت الكاكاو؟ إيه ده أنت بتولعي فيها؟ لا 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 استني هقولك لما يجي لك تشاؤقات في شفيفك على طول تجيب الولاعة وهي ثانية لا يعني يعني تسيح فاقل من ثانية وتبدأ أني أنت تحطي على شفيفك أو المكان اللي ظهر فيه مثلا تأشفات خدودك مثلا من الشيطة بيحصل فيها زي تأشفات حطي على طول الكلام ده هيختفي خالص 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 مهم إن احنا نعملها بالولاعة للمدة ثانية يلا نشوف عنوان الفيديو الأساسي ومن النهاردة نقول وداعا للمدفقة القهربة وللمدفقة الغاز وللأسعار الغالية بتاعت الكهربا طريقة سهلة جدا هتعملي أحلى مدفقة بيدي هتجيب أي برامع عندك أو أي طواجن هتحط فيه الشامع بالطريقة دي وتحط كيس من الملح هتحط الملح ليه إسراء عشان الملح هيحافظ على درجة الحرارة هتجيب أي معطر عندك وخطوة دي اختيارية عندك معطر حطي مش عندك خلاص مش لازم وترشي ليه احنا حطينا معطر لأنه بيدي ريحة حلوة جدا جدا زائد التدفقة هيبقى تدفقة وريحة وانتعاش وبجد بجد أحلى مليون مرة من الدفاية اللي هي بالكهرباء أو اللي بالغاز ممكن تسبيها كده ولكن لو عايزة نصحتي هاتي مصفة زي دي أنا المصفة دي مثلا مش بستخدمها خالص أي مصفة عندي كتيها وحطيها فيه فوق الطاجن بالطريقة دي الفتحات اللي في المصفة هتوزع التدفقة في القودة كلها اللي انت قاعدة فيها وبجد بجد والله العظيم عن رغم ان هو شم ولكن هيدف الدنيا جدا فأقل من ثانية اصلا انا مش عارفة امسك المصفة لانها دفية وسخنة جدا ولكن اول نصيحة الدفاية دي بتتحط على سيراميك او تتحط على طبق حراري ماينفعش تتحط على الاقمشة او اي خشب حطيها على رخامة او اي حاجة ملحة جدي حلوة جدا وفيها ميزة ان انت هتنامي وهتطميني ان الشم عيد في الواحده ولما يدفي اصلا الملحة هيفضل سخن فها يحافظ جدا على درجة الحرارة في الغرفة وهتدفي انت واولادك بطريقة سهلة جدا جدا اوقات الجو بيكون برد جدا جدا وفي ناس كتير معاش فلوس تشتري اصلا الدفال بالكهرباء او حتى ستة الكهرباء غالية ده مش عيب عادي جدا التدبير دي حلوة هتدفيك انت واولادك بمثلا بتلاتة اربعة جنيه شمع وبس اتمدع علشان والله العظيم فعلا حلوة تقدر تحط مكان الشمع فح ولكن هو يستحسن الشمع لانه بيدفيه وما بيبهدلش الدنيا واقمن كمان تدبير دي حلوة اوي انا قبل كده اقولتلكم حطه معلقة في اللبن ولكن هقولك برد وتريقة حلوة جدا اي حتة ورقة فويل عندك حطيها على طرف القسر قبل ما تغلي اللبن مستحيل مستحيل من ربع المستحيلات يفور منك والناصيح على قولها والاخيرة وانت بتغلي اللبن لازم النار تبقى هادية جدا من اول ثانية عندك ملح يبقى انت عندك كنز لازم دايما يكون تحت السرير سواء مخزينة في اللبس او لا يكون طبق ملح زي ده عشان يمنع وجود اي حشرات كمان تحت الرخامة بتاعة السوري تحت الحط بتاع المطبخ لازم دايما يكون فيه شوية ملح زي دول كمان لو انت بتحطي اقلدور وعايزة مثلا انت مساحيل معجبكيش اللون على طول وهو سايح تحطيه في الملح فهيتشال بكل سهولة زبدة كاكاو زبدة كاكاو اصلا اساسية في الشتاء مش بس للشفايف والله لكل حاجة للخدود وللبشرة وللشفايف ولكل حاجة وكمان للودنة دي اللي احنا لسه حطينا عليها من شوية مانيكير حلوة او بتخففها جدا جدا وبكده تكون انتهت التدابير بتاعتي النهاردة ابعتين سن زبدة كاكاو مهمة جدا مش بس للشفايف للبشرة كلها ازاي ما اقولتلك اعدم ديها في فصل الشتاء اكتر كمان من الكريمات لو عجبتكم التدابير لايك وشير واشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته